بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طالبة الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للوحدة الثالثة هذا هو الدرس الخامس الدرس الخامس درس بسيط وجميل وبيه معلومات المعلومات اللي انت تعرفين عن الانترنية اللي اخذتين بالدرسين السابقين هنا الشيء اللي انت تعلمت راح تعلمه انت للناس الاكبر من عندك تعلمه لأبوك تعلمه لأمك تعلمه لجدك جدتك فالشيء هنا انت لازم تعلمهم ويعني فتشيء حلو من انك انت صغير صغير بالعمر يعني تعلم ناس اكبر من عندك بشغلات تخصر الانترنية فتشيء يدل على انك ذكي ويعني طالب وجد هسا نجي عنوان درسنا هو going online انك شون تروح على الانترنية شون قذب عبر الانترنية شون تبحار عبر الانترنية طبعا هنا helping my grandparents هنا اني اساعد جدي وجدتي جدي وجدتي my grandparents جدي وجدتي are old now هم صحيح كبار بالعمر الان they both wear glasses الاثنينات هم كلهما يرتدي نظارات and cannot see small writing ولا يمكنهم رؤية الكتابات الصغيرة very well بشكل حسن i am going to help them انا سوف اساعدهم to use a computer حتى يستخدمون الحاسوب ok on the internet my grandpa جدي can find ideas يمكنه ان يجد افكار طبعا مو بس جدي اي واحد عنده معلومة بباله يسأل عنها عنده فكرة عنده يعني معلومة يريده يعني يستفهم عليها يعني اي شي ببالك تقدر تروح على الانترنية تكتب الموضوع اللي تريده ويطلع لك عليه معلومات كثيرة اثرائية ok to find ideas of car to help with cuffs اللي هو السعال and calls اللي هو نزلات البرد or as you can say and my grandma وجدتي can find يمكنها انتجد lots of recipes of cakes هنا recipes معناها شنو وصفات وصفات يعني مكونات for cakes and biscuits and biscuits هس هذا راح نروح عندنا محادثتين من خلال ذين محادثتين ان شاء الله راح نسوى مراجع المعلومات اللي اخذناها من الدرسين سابقا هذه محادثة اولى conversation number one راح ناخذ conversation number two اوكي طبعا هنا عندك فراغات راح نمليها من خلال هذيني طبعا هاي ويب سايت اللي هي موقع الكتروني click on ينقر على شوف انت من سوي click on من تريد تنقر على زر المؤشر اللي هو الفأرة يعني معناها راح تختار شيء وتضغط تنقر اوكي click on the mouse الفأرة key in معناها يدخل شون يكتب write يدخل يدخل الانوان search معناها بحث وان ادرس اللي هو عنوان scroll معناها navigate يعني ينتقل scroll up الى الاعلى and scroll down الى الاسفل وعندك هنا online يعني على الانترنت اوكي طبعا هنا راح تساعد اول امر جدهة بعضين جدده first في البداية you need to go online لازم تروح على الانترنت اوكي to find حتى تجد اشتجد a website موقع الكتروني you want انت تريده راح الجدش يقول يقول اوكي how do i do that كيف افعل هذا كيف افعل هذا اوكي so رانبا جدد دعنا نبحث عن وابسايت خلينا نبحث عن موقع الكتروني about cuffs and calls للسعال والزقام اوكي what do i write اش اكتب what do i write what do i write اش اكتب اش اكتب اوكي 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 هنا راح تقول له we can يمكننا هنا منشوف ان ادرس عنوان لازم هنا يجي key in معناها يدخل العنوان فwe can key in يمكننا ان ندخل ان ادرس اللي هو العنوان اوكي او بس يمكننا key in ان ندخل and calls ان ننقر على البحث ننقر على البحث الجد راح يقول اوكي اوP شوف الساني قاع ادخر العنوان قاع يكتب قاعتي يدخل العنوان أنا أدخل الزكاة و الزكاة انظر الآن، يمكننا أن نرى الكثير من المواقع الإلكترونية عن هذا هذا جميل، دعينا ننقر على هذا الموقع فهنا ننقر على زر الماوس، يعني راح يختار شيء هذا بالنسبة للجد، وبعد أكو شون الشاطرين بالصفحة القادمة، راح نأخذه إن شاء الله هسا نجي لمن كونفرزيشن نمبر تيو، اللي راح تتعلم جدته راح تقيلها جدتي في بداية الأمور دعينا نذهب عبر الإنترنت حتى نجد الموقع الإلكتروني اللي أنت تردين كيف أفعل هذا؟ كيف يمكنني أن أفعل هذا؟ عن صنع الكيك حسنا، ماذا أكتب؟ يعني شنو أني لازم أكتب؟ ماذا أكتب؟ ماذا أكتب؟ طبعا، يمكننا أن ندخل عنوان عنوان، شوف هناك رابط بين كلمات كي إن يدخل العنوان على سبيل المثال حسنا، نرى الآن، يمكننا أن ندخل الآن يمكننا ان نرى الكثير من المواقع الالكترونية scroll up معناها انتقل الى العلى scroll down ينتقل المن الى الاسفل الموقع الالكتروني اللى انت تحبينه دعينا نضغط او ننقر على هذا الموقع طبعا هنا ون يعني هذا الموقع يقصد اضغطي على العنوان بزر الفار طبعا من طلع لها يعني الكثير من المكونات او الوصفات اللى تخص الكيكة انذهلت وقالت هذا الشي ممتع طبعا لحد الى هنا انتهى دارسنا الدرس الخامس الوحدة الثالثة للصف السادس الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا